بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أدس 162 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطرع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته فيكم بعدما ذكر المؤلف رحمه الله في الحلقة السانية فمعنا العلة التي نهي لأجلها عن اتخاذ القبور مساجد وهي خوف من عبادتها والغلو فيها قال رحمه الله هنا وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله وهذه العلة يعني البنى على القبور واتخاذ التماثيل لأنه سبق أن ذكر علتين العلة الأولى البناء على القبور والثانية صناعة التماثيل أنهما من أعظم أسباب الغلو في الصالحين وبالتالي وقوع الشرك في هذه الصور وهذه التماثيل فهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن تسلك مسالك الأمم قبلها فإن الأمم قبلها إنما هلكت بسبب هاتين العلتين صناعة التماثيل كما حصل لقوم نوح والبناء على القبور كما حصل لليهود والنصارى فهذا مما يحذر هذه الأمة أن تأخذ هذا المأخذ تسلك هذا المسلك الذي يفضي بها إلى الشرك فقد حمى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحذر أمته من الشرك ووسائله نعم حسن الله قال فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك والتماثيل على قسمين تماثيل لبني آدم الصالحين منهم كما حصل لقوم نوح وتماثيل للكواكب يبنون تماثيل للكواكب ويعبدونها كما هو في قوم إبراهيم جماعة النمرود ومن جاء بعدهم من من صناعة التماثيل للكواكب والهياكل لها ويعبدونها من دون الله عز وجل هنا قال فأي شرك بقبل الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله فإذا كان التمثال الذي هو حجر منحوت أو خشبة على صورة رجل أو على صورة الكوكب أو قع الأمم في الشرك فإن إيقاع الأمة في الشرك في رجل صالح أو نبي أو رجل صالح أولى وأقرب إلى الوقوع في الشرك من الوقوع بسبب تمثال أو بسبب حجر أو بسبب خشبة على صورة رجل أو كوكب فالفتمة أشد في هذا لأن النبي أو الصالح أقرب إلى التعلق به من التعلق بخشبة أو بحجر قال ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السحر نعم فما يدلك على شدة الفتنة بالقبور والمبني عليها أنك تجد الذين يأتون عندها ويتعلقون بها يبكون عندها بكاء شديدا ويخشعون خشوعا لا يوجد منهم في المساجد التي هي بيوت الله ولا يوجد منهم في وقت السحر الذي هو وقت النزول الإلهي بل لا يوجد منهم في المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال وهي المسجد الحرام ومسجد النبوي والمسجد الأقصى فإنك تجدهم إذا جاءوا إلى هذه المساجد انصرفون عنها إلى المقابر وإلى المغارات وإلى الآثار تعلقون بها ويبكون عندها ويخشعون عندها ولا تجد هذا منهم في المساجد وبين يدي الله سبحانه وتعالى مما يدل على شدة الفتنة والعياذ بالله نعم قال ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال وأكثرهم يسجد لها يسجد للقبر وهذا أعظم الشرك لأن السجود إنما يكون لله سبحانه وتعالى لكن اشتدت بهم الفتنة حتى سجدوا لها من دون الله عز وجل وهذا شيء مشاهد فإن الفتنة بالقبور خطرها سديد ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من الغلوف القبور ومن الغلوف الآثار آثار الصالحين لأنها لوسيلة إلى الشرك وإلى انصراف القلوب عن الله سبحانه وتعالى إلى عبادة غير الله مما يزين لهم شياطين الإنس والجن في هذه الأمور الخطرة نعم فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا نعم فهذه المادة مادة الشرك التي حسمها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها حتى إنه نهى عن الصلاة في المقبرة وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل لكن لما كان هذا وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد ولو على الأجيال القادمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك لتسلم العقيدة ولتسلم الأمة من الشرك بالله عز وجل فلا يتساهل في هذه الأمور أو يوصف من ينهى عنها بأنه متشدد وأنه متطرف وأنه لا يحب الصالحين ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم بل والله إن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصالحين هو الذي يقتدي بهم ويسير على منهجهم ولا يغلو فيهم قال حتى نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك فإن المصلي منهي عن الصلاة عند القبور وإن كان لا يخطر بباله أنه يتعلق بالقبور في أول الأمر لا يخطر بباله هذا وإنما يصلي لله عز وجل لكن لما كان هذا وسيله إلى الشرك في المستقبل منع من ذلك وكما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها نعم كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة الأوقات عند طلوع الشمس بازرة حتى ترتفع قيدة رمح وعند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول وعند شروعها في الغروب حتى تغرب لأن المشركين كانوا يعبدون الشمس في هذه الأوقات يعبدونها عند بزوغها ويعبدون عند استوائها في كبد السماء ويعبدونها عند غروبها فالمسلم وإن كان لا يخطر على باله ذلك ولكنه إذا تشبه بهم في الصورة وفي هذا الوقت فإنه حري به أو بغيره من من يأتي بعده أن يسلك مسلك عبدة الشمس نعم قال فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة نعم فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين محادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دينه لم يأذن به الله إذا كان من لا يقصد بالصلاة عند القبور التقرب إليها وإنما يقصد التقرب إلى الله ومع ذلك نهي عن ذلك فإذا كان يقصد بذلك التوسل بهم أو اتخاذهم وسائط بينه وبين الله فهذا محادة لله ولرسوله لأن الله جل وعلا قال فادعوا الله مخلصين له الدين وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا والله أمر بدعائه مباشرة بدون اتخاذ واسطة أو شفيع بين الخالق والمخلوق فإن الله أمر بدعائه مباشرة ولأن اتخاذ الوسيلة وسيلة إلى الشرك أيضا لأنه في الأول يتخذها على أنها واسطة وفي الأخير يصرف لها العبادة من دون الله عز وجل كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دينه لم يأذن به الله نعم الذي يتخذ هذه الوسائل وهذه الأمور ويتساهل فيها أو يجاري فيها غيره هذا عين المحادة لله ورسوله لأن المحادة معناها أن تكون في جانب والله ورسوله في جانب آخر فهذا هو المشاقة لله ومن يشاق الله ورسوله ويتعد حدوده فهذا من شاقة لله ومن تعدي حدود الله عز وجل نعم فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك ولا للصلاة في تلك البقعة بزية خير أصلاً بل مزية شر نعم المسلمون مجمعون على أن الصلاة عند القبر حتى ولو كان المصلي لا يقصد القبر وإنما يقصد الله عز وجل فصلاته في هذا المكان منهي عنها لأنها وسيلة للشرك والتعلق بالميت هذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين نعم وعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ولها شرف وفضل لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافع عنه لو سلمنا أن هذه البقعة لها فضيلة وأنها تنزل فيها الملائكة وتكون عند ذلك الرجل الصالح أو النبي فإن هذا لا يسوّغ لنا أن نصلي في هذا المكان لأن العبادات توقيفية والله جل وعلا شرع لنا الصلاة في المساجد وصرع لنا الصلاة بعيدا عن القبور فنحن ندور مع أمر الله ورسوله ولا نحاد الله ورسوله فنصلي في أمكنة لا تجوز الصلاة فيها وقد جاء النهي عن الصلاة عند القبور وعن الصلاة في قارعة الطريق وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها واستوائها كل ذلك مما نهي عنه فنحن لا نحاد الله ورسوله فنصلي في هذه البقاع أو في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها نعم حسن الله لكم قال رحمه الله لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافع عنه فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود نعم مقام الأمم في الأنبياء طرفان ووسط فاليهود جفوا في حق الأنبياء حتى قتلوا بعضهم وكفروا بالبعض الآخر فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وأما النصارى فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله كما عبدوا المسيح عليه السلام وجعلوه هو الله أو ابن الله ثالث ثلاثة هذا من الغلو فيهم المسلمون توسطوا فيهم فقالوا الأنبياء هم عباد الله ورسله فحقهم الاتباع والاقتداء والمحبة والنصرة والتوقير والاحترام هذا مقام أهل السنة مقام المسلمين بين اليهود والنصارى ولهذا في آخر سورة الفاتحة نقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هذا صراط الذين أنعم الله عليه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أي غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى فدين الله بين الغالي والجافي فدين اليهود هو الجفاء ودين اليهود هو نصارى ودين النصارى هو الغلو ودين المسلمين هو الاعتدال والصراط المستقيم نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا تطروني كما أطرت النصارى أيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله نعم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نغلو في حقه كغلو النصارى في عيسى عليه السلام غلوا في نبيهم فنحن نعتدل في حق نبينا فنقول هو عبد الله ورسوله لا تطروني يعني لا تغلو وتمدحوني فوق ما استحق فإنما أنا عبد يعني ليس لي من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء وإنما أنا عبد من عباد الله فقولوا عبد الله ورسوله فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربي على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها نعم إذا قدر أن الصلاة في هذا المكان فيه مصلحة فمجرد المصلحة لا ينظر إليها بدون مقارنتها بالمفسدة نعم فإذا كان الشيء اجتمل على مصلحة ومفسدة فإنه ينظر فإن كانت المصلحة راجحة فإنه يفعل وإن كانت المفسدة راجحة فإنه يترك وإن كانت المفسدة مساوية فإنه أيضا يترك فلا تغلب المصلحة على المفسدة إلا إذا كانت أرجح منها فإذا قدر أن هذا المكان الذي يزعمون فيه مصلحة لكونه قرب رجل صالح أو قبر رجل صالح أو أن الملائكة تتنزل عنده أو ما أشبه ذلك قيل هذه مصلحة لكن هل ليس هناك مفسدة؟ نعم هناك مفسدة أرجح وهي خشية الشرك والغلو في هذا القبر فحينئذ هل من باب التنازل معهم من باب التنازل معهم وإلا فإن المفسدة أرجح قطعا نعم فهل من باب التنازل قارن بين المفاسد والمصالح نعم قال كانت المفسدة الناشعة من الصلاة هناك تربع على هذه المصلحة تتغمرها أو تزيد عليها بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب نعم ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئة من الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لمانها عنه كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وعن صوم يومي العيدين إذا كان الرجل ليس عنده إدراك يدرك فيه يقارن فيه بين المصالح والمفاسد فيكفيه أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلم المفسده والمصلحة يكفيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول نهى عن الصلاة في هذه الأمكنة وفي هذه الأزمنة لأنها وسيلة من وسائل الشرك فعلى المسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ويمسك عن هذا الشيء فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه لولا أن المفسد غالب على المصلحة لما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهو يثق بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم له في أنه ما نهى عن هذا الشيء إلا لأن مفسدته أرجح من مصلحته كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة عند طلوع الشمس وعند قيامها في كفز السماء وعند غروبها لأن هذه الأوقات المشركون يسجدون للشمس فيها فهو لا يتشبه بهم وإن كان يصلي لله وليس يصلي للشمس ولكن لا يتشبه بهم في هذا الوقت وعن صوم يومي العيدين وكما نهى عن صوم يومي العيدين لأن يومي العيدين أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى فلا يصوم يقول الصيام فيه الصيام نعم عبادة وفيه أجر عظيم لكن يتبع فيه ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد شرع النهي عن الصيام في هذين اليومين فنحن نقتدي به لأن المفسد التي في صوم هذين اليومين أرجح من مصلحة الصيام التي تزعم في هذين اليومين بل كما حرم الخمر فإنه لو لأن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فلذلك حرمهم الله جل وعلا في النهاية حرمهم الله قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون مع أن الخمر والميسر فيهما مصلحة لكن إثمهما أكبر من نفعهما هذا على القاعدة أنه إذا كانت مفسدة الشيء أكثر من مصلحته فإنه يحرم كيف والخمر لم يبقى فيها مصلحة فقد سلبها الله سبحانه وتعالى جميع المصالح وصارت مفسدة خالصة ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذوا دواء قال أما إنها داء وليست بدواء فليس فيها مصلحة أبدا لكن المقصود المقارنة بين المفاسد والمصالح وإثمهما أكبر من نفعهما ومع ذلك حرمهم الله سبحانه وتعالى قال وكذلك تحريم القطرة منها أي من الخمر ولولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها فالخمر حرام قليلها وكثيرها حرام كثيرها لأنه يسكر ويذهب العقل وقليلها حرام لأنه وسيلة إلى شرب كثيرها فلذلك حرم الله القطرة من الخمر مع أنها لا تسكر لأنها تفضي إلى الإسكار فإن من شرب قليلها تجرى على كثيرها نعم قال المؤلف رحمه الله وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبين وجوه المصالح والمفاسد وإنما عليه طاعتهم قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله نعم فأنت إذا بلأك نهي الله ورسوله الواجب عليك التسليم ولا تقل لماذا وتناقش الله وتناقش الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا نهيتنا عن هذا وما هي الحكمة في ذلك هذا ليس بلازم إن تبينت لك الحكمة فبها ونعمت وإن لم تتبين فعليك الامتثال لأنك تعلم أن الله ورسوله لا يحرمان ولا ينهيان عن شيء إلا وفيه مفسدة عظيمة أو مفسدة خالصة فعليك أن تسلم لله ولرسوله ولو لم تدرك الحكمة ولو لم تتبين العلة نعم نسأل الله تسليم وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله نعم من يطع الرسول فقد أطاع الله فعليك لأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى فهو لا يأتي بشيء من عنده قال تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله فما دام الرسول نهى عن ذلك فعليك أن تمتثل وتترك هذا الشيء الذي نهى عنه ولو لم تعلم الحكمة في ذلك لأنك تعلم أنه ما نهى عنه إلا لحكمة لكنها خفيت عليك فعليك أن تسلم وتطيع الله ورسوله نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وإنما حقوق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال نعم حقوق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولا طاعتهم وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم لأنهم يبلغون عن الله ثانيا محبتهم أكثر مما تحب نفسك لأنهم هم الذين أنقذك الله بهم من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة فأنت تحبهم أشد من حبك لنفسك ومن والديك وولدك والناس أجمعين وكذلك احترامهم وتوقيرهم ومعرفة مكانتهم وعدم الاستهانة بهم أو استصغارهم فإن هذا من الكفر بالله عز وجل فهذا حق الأنبياء أما العبادة فإنها حق لله جل وعلا لا يشركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ففرق بين حق الله وحق المخلوق حق الله وحق النبي قال العلامة بن القيم لله حق ليس لعبده ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان نعم قال الله وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق هذا من حقهم علينا اتباعهم وطاعتهم وامتثال أمرهم ولو لم تتبين لنا الحكمة والعلة لأن الذي لا يمتثل إلا إذا تبينت له الحكمة والعلة هذا معناه أنه لا يسلم لله ورسوله وإنما يطيع هواه ويطيع نفسه فما تبين له واقتنع به أطاعهم فيه وما لم يتبين فإنه لا يطيعهم هذا يكون متبعا لهواه وليس متبعا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم ولا إشراك بهم والإشراك بهم نعم حقهم الاتباع والاقتداء والمحبة والتوقير والاحترام وتعظيم سنتهم هذا حقهم وأما العبادة فهي حق لله سبحانه وتعالى ليس لأحد فيها حق فهذا يكفي في أما الغلو فيهم واتخاذ قبورهم مساجد ومصليات وطلب الاستغافة بهم فهذا كله ليس من حق الرسل ولا من حق الأنبياء وإنما هذا حق لله سبحانه وتعالى وهم إنما جاءوا في بيان حق الله والدعوة إليه وأمر الناس به ولم ياتوا يدعون إلى أنفسهم أو إلى أن يعبدوا مع الله نعم سأل الله لكم قال كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم نعم فمن أشرك بالله فقد عصى الرسل لأن الرسل إنما جاءوا للأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك فإذا أشرك بهم أشرك بالرسل هم لا يرضون بذلك فقد عصاهم في ذلك ولم يكن مطيعا لهم وإن كان يزعم أنه يحبهم وأنه يجلهم وأنه فيعطاهم شيئا من العبادة من باب الإجلال لهم نقول هذا ليس إجلالا وإنما هذا معصية لهم لأنهم لا يرضون بذلك لأنهم ينهون عنه حذرون منه قال وكذلك حقوق الصديقين المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فهو يعرف هذه المراتب ويعطي كل مرتبة حقها أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأعلى الخلق منزلة هم النبيون ثم من بعدهم الصديقون جمع الصديق وغل مبالغ في الصدق الذي لا يصدر منه كذب هذه المرتبة الثانية بعد مرتبة النبيين ثم من بعد الصديقين الشهداء ثم من بعد الشهداء الصالحين فهذه تشمل طبقات الأمة فعليك أن تعرفها وأن تعطي كل ذي حق حقه وتنزل كل ذي منزلة منزلته فلا تغلو فيه ولا تجفو عنه أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة شيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي ناصر الطحيني حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر